حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل محمد زنجن الكاتب والمحل السياسي مرحبا بك دكتور محمد بداية برأيك هل تستطيع الحكومة العراقية التي سوف تنتهي صلاحيتها قريبا يعني هل تستطيع أن تحسم أمرها مع من تقف سيما وأننا نقف على أرض فيها صراع ما بين قوتين متنفذتين أمريكا وإيران هل ستحسم الحكومة العراقية موقفها قريبا مساء الخير تحية لكم ولكل المشاهدين لا أعتقد أن الحكومة العراقية سوف تستطيع حسم موقفها حول هذا الموضوع لا قريبا ولا في المستقبل أيضا لأن بكل صراحة القوات العراقية ما زالت بحاجة إلى مزيد من التدريب ومزيد من البناء وحتى هذه اللحظة إن غضب مني البعض أو لم يغضب لم نشهد وجود جيش عراقي وطني يمثل كل الفسيفساء العراقية بالإضافة إلى ذلك خطر الإرهاب ما زال محدقا بالعراق وهناك خلافات سياسية كثيرة من الممكن أن يزجد جيش بها في حلها بين هذا الطرف أو ذاك لذلك أعتقد أن ما تقوله الحكومة الحالية حول مسألة جدولة إخراج القوات الأجنبية الموجودة في العراق ليست إلا دعاية إعلامية وخصوصا بأننا مقبلين من الممكن أن نكون مقبلين على عملية انتخابية مبكرة بالإضافة إلى ذلك عادل عبد المهدي يحاول عن طريق هذه التصريحات أن يجدد الدعم لنفسه لحكومة انتقالية لا تتجاوز ستة أشهر أو سنة إلى حين إجراء انتخابات نيابية مبكرة لذلك أعتقد أن حسم هذا الموضوع سوف يكون صعبا وخصوصا بأن جانب الأمريكي أيضا يصرح بكل أريحية بأن القادة العراقيين لا يحبذون خروج القوات الأمريكية من العراق حول هذا الموضوع أريد أن أسألك مهاترات وتصريحات إعلامية حول هذا الموضوع بالضبط أستاذ محمد أريد أن أتحدث معك اليوم المتحدث باسم الحكومة العراقية السيد وليا موردة قال أن الحكومة العراقية لن تتراجع حول قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأمريكية من العراق لكن في المقابل هناك تعارض في البيانات وهناك اختلاف في وجهة النظر أو ربما اختلاف بالأقوال كما صرح مؤخرا وزير الخارجية الأمريكي حول أن العديد من المسؤولين العراقيين والسياسيين العراقيين لا يرغبون بإخراج القوات الأمريكية حينما يتحدثون معهم لكنهم في جوانب أخرى يقولون للشعب العراقي أننا نريد أن نخرج القوات الأمريكية من العراق برأيك ما سر هذا التباير؟ نعم طبعا يوم أمس نتابعت الندوة التي أجريت لبومبيو والتي أدارتها وزيرة الخارجية السابقة للولايات المتحدة الأمريكية كونداليزا رايس كان الحديث بكل شفافية تحدث عن جولته إلى الإمارات إلى دول الخليج إلى باكستان إلى أفغانستان إلى قواعد عراقية ولقائه بالمسؤولين العراقيين أنا لا أعتقد بأن هناك أي مصلحة للكذب الأمريكي حول هذا الموضوع ولا أعتقد أن الأمريكي كان مصلحة في تلفيق هذا الأمر وخصوصا بأنهم صريحين جدا في طرح كافة مبادراتهم السياسية وكافة تصريحاتهم أما من الجانب العراقي لماذا هذا التعارض في الكلام؟ هناك شارع اليوم هناك نبض شارع يريد إسقاط هذه الحكومة هذا الشارع لا يقبل بأي بديل تطرحه هذه الحكومة أيضا هذا الشارع من الممكن أن تكون هناك محاولات لتشويه سمعتها ولتشويه الشعارات التي يرفعها المتظاهرون لذلك أعتقد أن الحكومة تريد أن تبين بأنها تمسك العصى من الوسط بأنها لا تعارض ما يطالب به الشارع بإخراج القوات الأجنبية وتريد إخراج القوات العراقية وخصوصا بأن أيضا هناك قوة كبيرة ولا يستهان بها القوة الشيعية الموجودة في داخل مجلس النواب المتمثلة بالتيار الصدري المتمثلة أيضا بكتلة البناء بحزب الدعوة وبكثير من الذين يتفقون ويتوافقون حول هذا الموضوع الدكتور عادل عبد المهدي لا يمتلك أي كتلة قوية تسانده في داخل مجلس النواب واليوم وبعد قرار إخراج القوات الأمريكية الذي لا يرتقي إلى مستوى القانون رأينا بأن القرار كان شيعيا صرفا ولم يكن قرارا وطنيا وهذه المسائل تحتاج إلى ما لا يقل عن الثلثين لذلك الحكومة تريد أن تبين بأنها تعمل مع كل الأطراف ولا تعارض كل الأطراف أيضا لنعود إلى بعض تصريحات دكتور عادل عبد المهدي قبل فترة قال وبكل صراحة بأننا نريد أن نوسع رقعة التعاون مع الجانب الأمريكي ولم يصرح في أي مجال هل هو في المجال السياسي فقط هل هو في المجال التجاري في المجال العسكري لذلك أعتقد أن الشعب العراقي تعود دائما على هذه التناقضات ما نراه وما نسمعه ليس إلا لتخفيف غضب الشارع لامتصاص غضب الجانب الذي يطالب بالثأر لأبو مهدي المهندس وقاسم سليماني للالتزام بالعلاقة مع إيران ولعدم فقدان الولايات المتحدة الأمريكية كعرابة للتجربة العراقية وداعمة أساسية ورئيسية للتجربة السياسية في العراق والحكومة العراقية هذا هو كل ملخص الموضوع طيب برأيك في ظل في خضم هذا الصراع وهذا القرار المشوه الذي يبدو أنه لا تستطيع الطبق الحالي اتخاذه هل ستقف مع هذا الجانب أم مع ذاك هناك دعوات لإعادة الحديث عن مشروع الأقاليم وذهاب المناطق الغربية من العراق إلى أقليم جديد يشبه الأقليم الموجود في أقليم كردستان برأيك هل هذا الحديث سوف يطبق على أرض الواقع وهل نحن نشهد إرهاصات هذه المشاريع الحالية بسبب التخوف الموجود في الصراع على الأرض العراقية نعم أنا دائما أقول بأن مسألة الأقلم وتطبيق الفدرالية هي الفرصة الأخيرة الوحيدة لبقاء العراق موحدا كدولة ثابتة ومستقرة بوجود حكومة تمثل كل الطيف العراقي وبوجود أقاليم تدير أمورها الداخلية وتتشارك مع الحكومة الاتحادية في الكثير من الأمور التي تفرض المشاركة على كل الأقاليم والمحافظات هذه المسألة تأخرت كثيرا الدستورية نص عليها ولا توجد أي موانع لتنفيذها كانت تحجج بالمسائل الأمنية ووجود الإرهاب وخطر الإرهاب وأنا أعتقد لو أن هذه الفدرالية طبقت قبل ما لا يقل عن عشر سنوات لكان التنافس اليوم بين الأقاليم العراقية على من يبني أكثر ومن يعمر أكثر ومن يطور أكثر بدلا من التنافس على عدد الجثث وعدد الشهداء والمفقودين والأسرة أعتقد هذا الموضوع نعم اليوم برز كثيرا وبصورة وبشكل واضح جدا هناك قوى وطنية تطالب بفدرالية وطنية في هذه المنطقة وخصوصا في المناطق الغربية والمناطق السنية لنسميها هذه المنطقة تعرضت لإجحاب شديد بسبب سياسات الحكومات العراقية ما بعد 2003 كانت هناك الكثير من الممارسات الثأرية التي مورست ضدهم ولا يخفى على أحد أن هناك بعض الأحزاب المحسوبة على هذا الطيف أيضا ارتكبت الكثير من الأخطاء ولم تلعب اللعبة السياسية بشكل صحيح لذلك أنا أعتقد أن الأقلمة والفدرالية في هذا المجال في هذه الفترة سوف تخرج العراق من الكثير من المشاكل ولكن أيضا لا ننسى سطوة الميليشيات على هذه المناطق عدم وجود جيش وطني عدم وجود حماية لهذه المناطق من الممكن أن يؤخرها بعض الشيء سؤال أخير وباختصار يعني لو سمح أستاذ محمد هناك دعوات سياسية لتلبية مطالب المتظاهرين مرة أخرى والنظر إلى هذا الموضوع بجدية أكبر وكذلك تشكيل حكومة مؤقتة وانتخابات مبكرة برأيك هل سوف تنظر القوى السياسية بهذه المطالب التي يرىها المتظاهرون أنها مشروعة حقا أم أننا سوف ننتقل إلى مرحلة تسويف أخرى إذا صح التعبير كما يرى البعض من المراقبين نعم بكل صراحة التوقعات حول هذا الموضوع صعبة ولكن أنا أقول دائما بأن التدخل الأمريكي سوف يكون حاسما حول هذا الموضوع الحاليا الأجندة أو الجدولة الموجودة في هذه الفترة تؤكد بأن الثقة سوف تتجدد بسيد عادل عبد المهدي في حكومة لمدة ستة أشهر على أن تتعهد بإجراء انتخابات مبكرة في خضم هذه الفترة في فترة الستة أشهر بالإضافة إلى ذلك أيضا هناك سيناريو آخر بوجود شخص آخر لا يمت للعملية العراقية السياسية العراقية بصلة سيتولى رئاسة الحكومة مثل سياسي الصدفة الذين شهدناهم في الحكومات السابقة أيضا هناك نعم سيناريو يقول بأن الحكومة سوف تخضع وتذعن لمطالب المتظاهرين المشروعة بالتأكيد ولكن أيضا هذه المسألة لن تمر مرور الكرام وبهذه السهولة أي أن الحكومة العراقية لن تستمع إلى المطالب التي يطالب بها المتظاهرين بتعيير هذا الشخص أو ذاك الشخص لرئاسة الحكومة كل السيناريو هات واردة حول هذا الموضوع ولكن السيناريو الأقرب الموجود هو تشكيل حكومة مؤقتة وبقاء عبد المهدي في سدة الحكومة لمدة ستة أشهر أو سنة أصبحتهم